موسيقى زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة النهاردة بيحتفل العالم كله باليوم العالمي للمتاحف وبهذه المناسبة فتحت جميع المتاحف المصرية أو مصر فتحت جميع المتاحف الأثرية والفنية والقومية بالمجان للجمهور وده الحقيقة كان لي رد فعل جيد عند كتير من الشباب اللي بعضهم قرر أن يستغل هذه الفرصة عشان يتعرف على متاحفنا واللي بيميزها مش بس في القاهرة لكن كمان في كل المحافظات مصر يعني أعتقد خلال السنين الأخيرة بقى فيها افتتاح لعدد كبير من المتاحف المهمة وللسه العالم مستني الافتتاح الأهم لضرة المتاحف عندنا المتحف الكبير في اليوم العالمي للمتاحف هنتكلم مع دكتور ولاء بدوي خبير المتاحف وطورات بمدير متحف الأثر بقصر الزعفران منورنا يا دكتور أهلا وسهلا أهلا بيكم طبعا خيرا حضرتك وخلينا في البداية أشكر حضرتك طبعا لأنه الدكتور جايب ابنه ابنه طفل صغير وحنا بنتكلم في بداية الحلقة عن أنه إحنا مطلوب مننا نحن ناخد أولادنا وننزل نزور هذه المتاحف خصوصا في يوم زي ده عشان يتعرفوا على تاريخنا ويتعرفوا على ثقافتنا وحضرتنا الدكتور ما شاء الله جايب ابنه صغير 6 سنين تقريبا وبيحب المتاحف جدا وهيخلص الفقرة وعلى طول يبدأ جولته في المتاحف إن شاء الله طينا على طول على أنهي مطحف يا دكتور إحنا النهاردة هنروح مطحف البريد عاملين احتفالية حلوة ومميزة وإن شاء الله تبقى حاجة ممتعة لكل الأطفال إن هم يزوروا في يوم اليوم العلامي للمتاحف إن إحنا كل المتاحف المصرية النهاردة مجانا فأدعو من خلال منصاتكم يعني كل الأسر إن استطاعت طبعا إحنا عارفين إن الأيام دي أيام امتحانات صحيح بس اللي يقدر فرصة المتاحف مجانا أنا هيشوفه تنوع مختلف من المتاحف المصرية فتحة بالمجان ودي حاجة عظيمة وأنشطة وثقافة وطرفية أكيد طيب لو جينا بقى قلنا ليه المتاحف النهاردة موجودة بالمجان وفتحة أبوابها بالمجان إيه حكاية اليوم النهاردة وإحكيت اليوم العالمين المتاحف طبعا المتاحف هي الكوة النعمة بتاعت المجتمع ودي حاجة مهمة جدا التنوع اللي بقى في المتاحف وفتتحتها وتنوع الموضوعات اللي بتعطي المتاحف للشعوب دي حاجة عظيمة جدا إحنا سنة 77 في الاجتماع العام لمنظمة الايكم اللي هي الخاصة أو المنوطة بالمتاحف في العالم وكان اجتماعها العام في موسكو قالوا إن فيه يوم هيبقى يوم للمتاحف العالمية وعلى أساس هذا اليوم تم بيتم اختيار لهذا اليوم كل عام موضوع تقدر الشعوب من خلالها إنها تناقش ده مع مجتمعها ومع جمهورها اللي بيزوروه وعلى هذا الأساس تم تفعيله بعدها بسنوات إنه هو يكون يوم عالمي إحنا زي ما بنقول كده الايكم هي المنصة الخاصة بالمتاحف في العالم زي الفيفا كده في كرة القدم بقت المتاحف من أكتر المناطق اللي بتزار في العالم أي شخص بيزور بلد بيحاول يزور متاحفها موقعها الأسرية وخاصة ما يكون فيه فرايتي أو فيه تنوع كبير في العروض أو المعارض اللي بتعرض في هذه المتاحف طيب لما نتكلم عن اليوم العالمي المتاحف وفعلا احنا قلنا الكلام ده في البداية ومش تحيز لمصر ده حق أهد يعني ده حق الدولة علينا اهتمام كبير بالمتاحف وحنا عندنا تنوع في المتاحف وفي محتوياتها إزاي شايف اهتمام الدولة المصرية بالمتاحف خلال السنين اللي فاتت؟ أعتقد في خلال السنوات الأخيرة اللي فاتت كان فيه اهتمام كبير جدا بالتنوع الثقافي واهتمام المتحفي وافتتاح مجموعة من المتاحف كانت هي الأكبر في تاريخ مصر طبعا مصر احنا بنتكلم على بلد لها تبعية حضرية كبيرة من الحضارة المصرية القديمة الحضارة الونينية الرومانية الحضارة الإسلامية والعصور المختلفة فده كان لازم يكون فيه تنوع ايضا تنوع متاحفها ومش بس ان احنا بنقول ان احنا بلد زيادة عن 100 مليون المتاحف انا ما زلت بقول ان هي قليلة على العدد والثقافة والحضارة اللي بتمر بيها مصر عبر عصر يعني احنا ما زلنا حتى لو هو فيه متاحف فتتحت بكسرة بس احنا ما زلنا من ننتظر من الدولة الكثير حتى نكون كل الموضوعات المجتمعية والثقافية نغطيها من خلال متاحفنا الغرب عمل كده وده بيدي تنوع ثقاف ان احنا نقدر نختبر الشعوب ونقدر نتكلم في جميع موضوعاتنا بدون خجل او نحنا خايفين فالمتاحف بتعطي ده من خلال معروضاتها من اختلاف ندواتها من خلال ثقافاتها من اختلاف كمان التنوع اللي يقدر يدخله وكل واحد يحب نوع معين من المقتنيات او من الثقافة يقدر يروح ويشوف بدون اي خجل او خوف طيب احنا كنا متخيلين او قعدنا لسنين طويلة جدا متخيلين ان المتاحف يعني المتاحف اللي بتعرض تاريخ المصري القديم وخلاص جينا في الفترة الاخيرة عندنا حاجات كتير قبل متاحف حلي ومتاحف مجوهرات ومتحف البريد وغير طبعا مش حاول اقول اسامي حراك اللي حتقول الاسامي المختلفة والمتاحف دي مش موجودة بس في يعني العاصمة دي منتشرة في مختلف المحافظات يعني انا فاكرة مثلا ان يمكن سن فتول قبلها رحت متحف الكاريكاتور في الفيوم كنت اول مرة اكتشف ان في حاجة كده وكاد حاجة رائعة وعرضة اغلفة المجلات السخيرة وكاد حاجة لطيفة جدا فاحنا ازاي نقدر نقول ان احنا عندنا متاحف بتناسب ازواء الناس كلها وكل واحد حيروح حيلاقي حاجة تبسط هو بالفعل احنا عندنا بس ما الدولة قررت ان احنا نعمل فوكس اكتر على المتاحف المختلفة ونعمل كمان احنا كمان الدولة متاحف الكاريكاتور اللي حضرتك زكرتين اللي هو الفنان العالمي الدكتور محمد عبلا انه هو احيا هذا المتحف او خرجوا للنور بشكل او باخر وخارج اقليم العاصمة ودي حاجة مهمة جدا احنا متاحفنا اللي خارج اقليم العاصمة لابد ان نكسر منها لان احنا فيه جاب كبير من المثقفين والمبدعين خارج القاهرة يستحقوا متحف واكثر في كل عاصمة للمحافظات التنوع اللي حصل في المتاحف ده اما الدولة قررت ان احنا زي ما قلت في الاول القوة النعامة بتاعت المجتمع هي الثقافة هي المتاحف هي مقتنيتك هي ثقافتك هي حضرتك هي تاريخك اللي احنا بنحاول نخرجه للعالم احنا شفنا منذ سنوات الابداع والابهار في عرض المميوات ونقلها الى متحف الحضارة في فتاح متحف الحضارة سنة واحد وعشرين فده ادى اكتر للإعلام والميديا والمجتمع طبعا السوشيال ميديا بقت مهمة جدا ومنصاتك بقت جدا انها مهمة عشان تسقف الشعوب والجمهور انه هو يخرج لولا ان احنا بنقول ده الناس كانت ممكن يكون ده بيحصل بس لولا المنصات المختلفة بتقول فيه يوم النهاردة للمتاحف اخرجوا واستمتعوا وهيبقى فيه انشطة وهيبقى فيه ثقافة وهيبقى فيه امتع للاطفال والكبار ده من خلال السوشيال ميديا والميديا بصفة عامة والاعلام كمان عندنا حاجة مهمة ان احنا لابد ان يكون وده احنا بننادي به كمتحفيين ان احنا في الفترة الاخيرة في اخر عشر سنوات بقى خرج جيل جديد من المتحفيين وليس الاسريين الاسريين اللي هم انخرجين كلية الايصار بافرحها المختلفة او اقسمها المختلفة الاسلامي والمصر والترميم اما الان بقى فيه جيل جديد من المتحفيين اللي هم خرجوا وعملوا ماجستير ودكتوراه في علم المتاحف وليس علم الاسر وهو بقى فيه تنوع وبقى فيه اكثر خصوصية واكثر تعلما واكثر احترافية ومن خلال ده ان احنا بنقول لابد ان يكون المتحفيين هم اللي بيديروا المتاحف المصرية لان هو علم التخصص انا خلاص بقى هو بقى علم متفرع من علم الاسر ولكن له افرعه وله تخصصاته المختلفة اللي احنا بنقول وعشان كده ما بدأ يبقى فيه متخصصين بدأوا يتكلموا اكتر بلغة المجتمع اللي هو عايزه بنستمتع بيه ونقدر ده من خلال المتاحف نشوفه الثورة اللي حصلت في الفترة الاخيرة طيب احنا عندنا في مصر كنوس كتيرة جدا ومتاحف يمكن مش غالبية الناس تعرفها زي مثلا متحف جير اندرسن متحف الطحنيط في قصر محمد علي اللي في المانيال لو حدك تكلمنا عنه متحف الصيد الصيد اه في المتحف الصيد ده في مجموعة محنط لان انا كنت المدير السابق لمتحف قصر محمد علي لمدة سبع سنوات احنا عندنا مجموعة ويمكن ده تصنيف المتاحف العالمي اللي هو المتاحف القصار متاحف التاريخية متاحف البيوت التاريخية المتاحف النوعية بصفة عامة وعشان كده ان احنا ممكن ده في المستقبل أتمنى أنه يبقى فيه مجلس أعلى للمتاحف وده يبقى فيه شخصية متحفية كبيرة تدير هذا المنظومة لأنه نحن عندنا نتكلم دايما على المتاحف الخاصة بوزارة السياحة والأثار فقط ولكن كل وزارة ممكن يبقى عندها متحف أو اتنين بتعرض فيه نحن عندنا المتحف مثلا زي متحف الجيلوجي ده متحف من أهم المتاحف المصري اللي ممكن يكون مش عليه تسليط الدوق متحف البريد وزارة الاتصالات عاملة متحف رائع للبريد المصري عقبى عصوره المختلفة زي ما قلت حضرتك متحف مثلا تاريخ زي جايد اندرسون أو بيت الكرتلية متحف أسر محمد علي هو من المتاحف البيوت التاريخية المهمة اللي هو فيه متحفين متحف برايفت متحف خاص الأمير كانت مقتنياته اللي هو اقتناها عبر عصوره وأعتقد أنه ده هيبقى يكون هيفتتح قريب وكمان متحف السيد اللي هي كانت خاصة مقتنيات الأمير مع مقتنيات الأمير يوسف كمال وإحدى مقتنيات الملك فاروق بعد ثورة 52 فتعامل ما بيتعمل هذه المتاحف وتنوحها الناس بتشوف زي ما قلتلكم كده تنوع مختلف من المقتنيات تقدر تستمتع بيها كتور زي ما حضرتك شفتوا حاجة مهمة من الحاجات اللي كنت بتكلم فيها مع حضرتك من شوية فكرة ان المتاحف حتى على مدار العام عاملين نظام حيل وقوي في دخول المتاحف حتى بالنسبة لي المتاحف المفتوحة بقى زي ما بنقول مثلا زي شارع الموازز وغيره بالنسبة للتذاكر وسعر التذاكر المخفض بالنسبة لي المصريين وبالنسبة كمان للطالبة والحجز كمان بيكون من خلال المكاتف اللي موجودة في المكان من خلال الفيزا أو من خلال الكارت في منظومة حلوة جدا على فكرة بتعملها دلوقتي الوزارة في تخفيض سعر التذكرة بالنسبة لي للطالبة عشان تشجعهم أكتر على أن هم يكونوا موجودين ويزوروا المتاحف ده طبعا موجود من زمان مش من دلوقتي يمكن زي ما قلت برضو في البداية حتى ده ما يتعامل فوكس والناس تعرف هي النقطة الإتاحة والمعرف ده كانت السبب الرئيسي لإنشاء المتاحف في البداية الإتاحة والمعرف الإتاحة المجموعات اللي هي كانت مجموعات خاصة في يوم الأيام وأصبحت بعد كده مجموعات للعامة والمعرفة أنه احنا عاوزين نعرف كتير عن هذه المقتنيات اللي بيحتويها كل متحف إزاي جات إزاي تلعت إزاي خرجت وهو ده اللي احنا بنحاول نخرجه للجمهور طبعا أن انت حضرتك بتقول أن دايما الطالب حتى المصري والطالب الأجنبي بيبقى ليه تخفيض عن التسكرة الكبار يعني بتبقى مثلا التسكرة الكبيرة بعشرين الطالب بيبقى بخمسة كمان أقل كمان من النص ودي حسب المتاحف وحسب يعني قرارات مجلس الإدارة اللي بتاخدها كمان احنا عايزين بدل احنا جربنا هذه التجربة مرة عن مرة وليناها لها نجاح مهم جدا ليه ما نقررهاش في السنة أكتر من مرة ليه ما بنخلهاش بس يعني احنا دلوقتي احنا بنحتفل بيها تقريبا سنة عن سنة أو كذا في اليوم العلامي المتاحف اللي هو بيبقى 18 ميال بيقدمها دكتور ولاء البدوي خبير المتاحف والتراث أن احنا نقدر نعمل اليوم ده أكتر من مرة في السنة دكتور نورتنا وشرفتنا سعيدنا بوجود حلالك معينا أهلا وسهلا وسهلا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك